اكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس العلى لشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية اكد ان مسيرة الرياضة البحرينية اخذ في التقدم والنماء بفضل ما يتسم به ابناء الوطن فريق البحرين من حب للتحدي وعشق الانجاز لتعزيز المسيرة التنموية الشاملة التي ارسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ورؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وجاء ذلك لدى استقبال سموه بقصر الوادي بمنطقة الرفاع فريق النجمة بطل بطولة الاندية الاسيوية لكرة اليد وفريق المنامة بطل بطولة غرب اسيا لكرة السلة السوفر ليغ بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وسمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة وكيلي وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية وسعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وسعادة الشيخ عبد الرحمن بن مباركة الخليفة رئيس نادي النجمة وسعادة السيد يوسف زمان رئيس نادي المنامة وعدد من كبار الحضور والمدعوين وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بفريق النجمة والمنامة ونقل لهم تحيات وتقدير جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعا مثنيا على الأداء المتميز الذي قدمه الناديان في المشاركتان الخارجيتان ليكون خير ممثلين للوطن ويبرهنان على المكانة المتميزة لكرة اليد وكرة السلة البحرينية وأضف سموه ننتظر بعين الفخر بل ننظر بعين الفخر والاعتزاز للإنجازين الذين تحققا بجهود كبيرة فالنجمة أحرز اللقب الأسوي للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2017 لتؤكد كرة اليد البحرينية مرة أخرى علو كعبها وتميزها قريا وعالميا أما نادي المنامة فأنه كتب تاريخا جديدا لكرة السلة البحرينية بتحقيقه لقب بطولة غرب آسيا لأول مرة وهو ما يعكس التطور الذي تعيشه اللعبة على صعيد الأندية والمنتخبات وشاد اسمو الشيخ خالد بن حمد بالدور البارز لمجلس إدارة نادي النجمة ومجلس إدارة نادي المنامة في تحقيق اللقبين من خلال ما يقدمانه من دعم ومساندة للعبين والأطقم الفنية والإدارية متمنيا للناديين دوام التقدم والنجاح في مختلف المشاركات الخارجية القادمة لرفع اسم المملكة عاليا